بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني ومتابعي الكرام أينما كنتم سألني ويسألني إلى حد الآن كثير من الناس ما هي الرموز التي تأتي في المنام تدل على أننا سنرتبط بمن نحب عندما تقول لي سنرتبط أنا أقول لك نحن مسلمون والله سبحانه وتعالى قال الارتباط هو الزواج هو بما يرضي ربنا ليس ارتباط أن نجلس ونخرج في الشوارع أو نجلس في المكن العام ونقول ارتباط هذا لا يعتبر ارتباط هذه نزوات لكن الارتباط بأن يعمر بيت بأن ينجب جيلا صالحا بأن ينجب ذرية صالحة بأن يحاول أن يتغير بأن يحاول أن يجتهد في هذه الدنيا التي أصبحت ظروفها صعبة شوي وأن يبني فيها بيت وأن يؤسس عائلة وأن يربي أولادها وأن يكرم زوجته وهي أيضا أن تحترم زوجها وأن تحسن إليه وأن تنجب له ذرية صالحة وأن تعلمه في دينه وتتعلم معه هكذا هي أو هذا هو مفهوم الارتباط بمن نحب فإذا أحبوا الاثنين بعضهم فعلوا المستحيل يعني الذي يراه الكثير مستحيل في زمان إذا فتأتينا بعض الرموز عندما يقوم الإنسان بدعاء أو استخار على شخص معين تأتي رموز لا تحصى ولا تعد لكن سأعطيكم إخواني الكرام أبرزها أبرز هذه الرموز أبرز هذه الرموز إذا رأيت نفسك أنك في صالون بيتهم أو هو في صالون بيتكم أو هي في صالون بيتكم يعني العائلات مجتمعة أو هو شخص واحد منكم في بيت الآخر والبيت معروف يعني واضح ليس بيتا مجهول في حالة في صالون ثم من الرموز الثاني يا إخواني الكرام إذا رأيت نفسك أنت وهذا شخص في بيت ربما يعني يقرب لك شيء من بيوت الدنيا لأنه في بيوت للآخرة يعني البيت المجهول يقال أنه للآخرة لكن في بيوت مثلا ترى أنك في بيت جديد تتمنى بمواصفات تتمنى أن تسكن في مكان في تلك المنطقة وترى نفسك في بيت مع هذا الإنسان يعني كزوج وزوجة هذا دليل إن شاء الله قاطع على أنك سترتبط به رؤيا أن هذا شخص يجامعك في المنم أو نائم معك في فرش وتتغطون مثلا ببطانية واحدة أو بلحاف واحد أو تستعملون وسادتين من نفس اللون اعلم أنه ارتباط بإذن الله ويتمم عليكم الله بالخير ركوبك في سيارة مع هذا الشخص أو موتسيكل أو غيرها وتكون القيادة مريحة وأنت مطمئن معه اعلم إن شاء الله أن هذا ارتباط رسمي عندما تكون بجنبه أو يكون هو جنبك أختي يعني جنب بعضكم فهذا ارتباط رسمي أنت تكون خلفه وهو يقود أو هو خلفك وأنت تقودين فاعلم أنه تواصل إن شاء الله وترتيبات مستقبلية قادمة عندما يعطيك خاتم من الذهب فالفضة تدل على الخطوبة ليس الأمر الرسمي ولكن خاتم الذهب يدل على ارتباط رسمي بإذن الله السميع العليم عندما تري نفسك أنك تلبسين ملابس له أو هو يرى نفسه يلبس ملابس لتلك الإنسان لأن ملابس النساء للرجال غير جيدة ففي حالات هذه ضعيفة يرى أنهم يلبسون ملابس أو يتغيرون الأحذية فهذه رآها كثير من الناس وفسرتها لهم بهذه الطريقة ووقعت كما هي إخواني الكرام بالنسبة إخواني الكرام رموز أخرى أحاول أن أتذكر لك ولكن أسجل لك عشوائيا من بين مثلا الرموز التي تدل على ارتباطكم مع بعض وجودكم مثلا في مكان أنكم تستحمون مع بعض ولا حياة يعني سبحان الله زوج وزوجته لكن الاستحمام مع بعض يدل على أن الله سيفرج كربهم ويقضي لهم حاجتهم لأن في الاغتسار قضاء حاجة بإذن الله وأنت تتمنى أن تقضى لك حاجتك في تلك البنت أو أنت تتمنى قضاء حاجتك في ذلك الرجل كما أن الجلوس مقابلين بعض على كراسي أمر طيب ومحمود بإذن الله أيضا إخواني الكرام الركوب في طائرة مع هذا الشخص دليل على انتقال من وضعية إلى وضعية عندما تستخير البنت على ولد معين وتتمنى الزوج به وترى نفسها أنها نجحت في الجامعة أخذت شهادات جامعية أو ماجستير أو غيره فهذا أيضا دليل على أنها إن شاء الله يعني ستلقى هذا الإنسان ويكون زوج لها أو تكون هي زوجة له لكن هذه الرؤية عندما ترى نفسك أنك في جامعة ونجحت تكون بعد الدعاء أو استخارة ليس يعني النجاح قد يدل على أمور أخرى في حالات معينة إذا أعجبكم هذا الفيديو إخواني الكرام ولقت عليه متابعات كثيرة اكتبوا لي في التعليقات أنكم تريدون المزيد من الرموز التي تدل على الارتباط بمن نحب وإن شاء الله لن أبخل عليكم بإذن الله أحاول أن أجمع لكم كل الرموز بإذن الله لم يبقى لي إلا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع أعدمتم في رعاية الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته